تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات 158 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 135 طن كما تم ضبط 43 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 725 قضية من بينها 224 قضية خبز ناقص الوزن و232 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز شعير تم ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 165 طن ترجمة نانسي قنقر